بعد أيام على الاغتيال بدأت أحجية شخصية ودور محسن فخر زادة تتوضح العالم الإيراني ليس مجرد أستاذ جامعي كما رددت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية وفق المعلومات هو مهندس نووي عمدت الدفاع الإيرانية إلى تجنيده لكن من كشف القناة؟ الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية في الخفاء ووكلة الطاقة الذرية في العلن وبينما تردد اسم محسن فخر زادة منذ عام 2007 لدى CAA والمصاد وضع اسمه تحت مجهر الطاقة الذرية العام 2011 وكلة الطاقة قالت في تقريرها أنذاك المعتقد هو أن البرنامج العسكري ألغي في 2003 لكن بعض الأنشطة استمرت واحتفظ فخر زادة بالدور التنظيمي الرئيسي دخل اسمه دائرة الضوء أكثر في العام 2018 حين طلعت الطاقة الذرية على أرشيف النووي الإيراني عبر إسرائيل بدى الرابط واضحاً بين فخر زادة ومشروع آماد النووي هنا بدأت طهران تدفع بما يوصف بصندوقها الأسود النووي إلى الظل رافضة طلب استجوابه من الواكلة الدولية للطاقة الذرية وزود بثلاثة جوازات سفر مكنته من التنقل بحرية وربما الاختفاء والتخفي لكن كيف وصلوا إليه؟ حاولت عدة وسائل إعلام الإجابة على السؤال صحف محلية إيرانية أوردت أنه تعرض لمحاولة اغتيال قبل شهرين من الآن لكن الواشنطن بوست أوردت أن ظهوره مع مرشد إيران في عدة مناسبات مؤخرة سهل استهدافه رمضان بالعمري العربية